أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجنا الداخل موعدنا مع شهادة على الإخوان المسلمين ضيف النهاردة شاهد على الإخوان المسلمين ما قبل اعتصام رابعة وإثناء اعتصام رابعة وما بعد رابعة والإخوان في السجون الشهادة النهاردة شهادة هامة جدا الرجل هيتكلم بكل تأكيد عن الإخوان المسلمين وعوضعها وتحولتها ومستهبلها من خلال شهادة حقيقية أنا مش هتكلم كتير النهاردة هتدي له هو الفرصة عشان يتكلم أكتر أنا دوري بس إن أنا يعني بمعنى صحيح عن كشو أسأله وهو يتكلم برحته وأنا بدي له كامل الحرية عشان يودلي بهذه الشهادة الهامة الآن مع هذه الشهادة في هذه الحالة من برنامج من الداخل في الأول لازم نعرف السادة المشاهدين والمتابعين لينا من أنت؟ بطاقة تعريف يعني كاملة أنا اسمي عبد الماطي أحمد رجب من أسرة متدينة تدين طبيعي بتاع المجتمع أاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وقافك عند المحاضن التربوي اه تمام ايه المحاضن التربوي يعني المحاضن التربوي جامعة الاخوان لها محاضن تربوي خاصة يعني مبدأها حاجة اسمها الأسرة بتتكون من أربع خمس أفراد بعد كده في حاجة اسمها الكتائب غالبا بتبع حاجة شهرية الكتائب ديات وسيلة من وصائل التربية الإيمانية اللي بينتهجوها ان في مجموعة ممكن تروح تبات عند واحد منهم يعودوا طول الليل كرآن موضوعات معينة بيحاولوا يصلطوا عليها الضوء التضحية السبات انت بديت معهم بيت على طول ولا بديت من لا بديت من تحت طبعا ايه بقى تحت تحت الأسرة التربوية اللي هم واحد نقيب للأسرة بيمسك مجموعة من الأفراد خمسة ستة غالبا في العدد دي يعني بيدرسهم بعض الكتب الخاصة بيهم في المراحل معينة لأن كل أسرة ولها مراحل وفيه تسلسل في المراحل دي على حسب الدرجة التنظيمية لكل واحد منتمي سواء واحد محب أو واحد مؤيد أو واحد منتسب أو واحد عامل كل مرحلة من المراحل دي لها محاضن تربوية ومناحك تربوية معينة بيدرسوها فأنا بديت معاهم من البداية دي درست معاهم أغلب أغلب المناهج ديت كنت مقتنع تماما بكتنع طبعا طبعا أنا في بيئة معينة ودايرة معينة مغلقة عقلي مفتوح شاب متقد الزهن شغوف بالحاجات اللي بتحصل كنت في الثانوية كنت في الآداء دي كمان وتدركت معاهم لترتيب التنظيمي جوه الجماعة طبعا هما لا يعترفوا مثلا كجماعة انت خلاص بيئة أحد من الإخوان اللي يعترفوا بمرحلة محب ومؤيد بيعتبروها مراحل تمهيدية كي جي وان لسه في الجماعة ما بعد المؤيد بقى منتسب بتبتدي انت تبقى ايه بيعتبروك واحد من الجماعة وطبعا كل مرحلة من المراحل دي بيبقى لها شروط في ازاي انت تتصعد بناءا عن تقرير الأخ النقيب اللي ماسك الأسرة دي كنت استعبت وصلت لغاية فين بقى لأنا كنت نسه في بداية اللي انت سايا كل ده بناءا عن تقرير النقيب بتاع الأسرة بيقيامك فيه بناءا على الأفكار اللي وصلتك مش ممكن يخضع التقييم ده لحاجة شخصية طبعا بيخضع جدا لحاجات شخصية وبيخضع لنفسية النقيب نفسه وبيخضع لمدى احتكاكك او قربك منه او ولاعك لي او منهضتك لي في قلب الأسرة كل ده حاجات بيخضع عليه مش حاجات اللي هي الشفافة بيخضع يعني فيه حاجات مطاطة لا تستطيع ان انت تحسيمها يعني الراجل ده مثلا بيجادل النقيب في حاجة بجوه الأسرة فيب الملاد الأخ دوت النقيب اللي انطباعي اللي يخضع عليه حسب نفسية النقيب الأخ ده مجادل الأخ دوت مش مكتنع قوي الأخ دوت نزبر عليه شوية عشان بس مجرد جدال شخصي جواه الأسرة ممكن لا يخص التنظيم حتى ممكن يوصل لقدار فكهي فبيخضع طبعا لأهواء شخصية كي كانوا بيخضوا منكم اشتراكات مالية فترة دي لا في الفترة البداية دي ما فيش اشتراكات مالية هو فترة اشتراكات المالية دي ما بعد التقرق والوظيفة بيخضوا نسبة من الراتب ده يجباري؟ لا مش يجباري بس التشبع اللي جواه كل واحد من الأسرة دي هو بيخليه قولي يا رب مثلا من بدايته كده يا رب ألحق واتخرج واشتغل عشان خطر أدفع اشتراكات الأسرة وحق الدعوة علي والكلام ده كله تشبع فكري بفكرة معينة طب بتروح فين الاشتراكات دي يعني انت المعلوماتك دي بتروح فين؟ ازاي يعني ايه مصارها؟ بيتم صرفها على محاضن طربوية اللي بقول لحضرك الأسرة الكتيبة الكتيبة دي الحاجة شهرية اجتماع بيضم مثلا عشرين تلاتين واحد كل شهر في بيوت أحد الناس منهم بيحضر مثلا بيبقى غالبا على الصيام بيحضر أكل للتلاتين واحد دي دي حاجة زي كده بيروح مثلا لدورة رياضية بيعملوها برضو من باب الايه؟ حجد الأنصار ليهم فبيعملوا دورات رياضية أنا وفق قراءاتي ان الكتيب دي بتبع عبارة عن تربية عسكرية بس تمهيلي لا دي بقى ما تقدرش تقول عليها الكتيب دي مرحلة تانية من مراحل التربية مرحلة اسمها المخيمات المخيم دوت حاجة كده مثلا كنت كل ستة شهور كل سنة نروح مكان بعيد نعود في يومين ثلاثة مع بعض مش مجرد يوم واحد زي الكتيبة يومين الثلاثة دول بتبع فيها بعض الألعاب الرياضية بيبقى فيها الدروس الدينية بيبقى فيها الأفكار اللي عايزين يوصلوها للمخيم ده في المرحلة دي ده احنا عايزين نوصلهم السبات فايي بقى مسلا في كزا محاضرة عن السبات والتضحيات والسابقين وسبات الصحابة ثم بعد ذلك سبات قيادات الدعوة فيما بعد ويحاولوا بقى ايه مسلا ده دي مسلا حاجة عنوان لمخيم ده بيبقى مسلا كل سبت طيب تصورات الأفكار في الفترة دي عن النظام اللي ادوها لوحزا حالتك يعني كانوا بدوكم ايه عن النظام المصري الفترة دي في التصورات في المخيمات هو في الأصل إن المخيمات والكتايب إن آآ هي محاضن تربوية إيمانية آآ فيجي لك واحد يحاضر عن الانتخابات عن اهمية الانتخابات عن اهمية المشاركة طب احنا عن قاطع فيجي واحد يحاضر عن اهمية المقاطعة ومدى تأثيرها طبعا هو النظام انت في النظام كتصور عام انت بتبقى منشأك انا ضد النظام ده لانا نظام ظالم نظام فاسد اللي هي المصطلحات الكبيرة اللي احنا فانت واخد موقف مبدئي بغض النظر عن تفصيله ايه بس انت اتشحنت جواك ان النظام ده فيه الصفات دي فده ده 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 حاجة اعتبر من ضمن التربية جوه جوه الثقافة اللي بتتحشي بيها كل عقول الناس التنظيمية اما انا انا لازمتي ايه له والنظام كويس ايه الفكرة بتدور كده انا وضع ايه طب النظام زي الفل لازم اطلق وحش اه لازم لازم اكيد يبقى النظام وحش عشان خطر انا الخير اللي جاي عم مع المجتمع وانا الحاجة الكويسة المختلفة عن الناس كلها لونه فهما ده ده الصورة اللي بتوصل جوه نفسية كل واحد فينا طب قابلت مين من القيادات اللي خون في الفترة دي الكبار بقى يعني الرموزة والناس المعروفين هلا قابلت حد معين ولا ما قاعد معاهم لا كاعداد شخصية اه طب تكاهدر لم حضرتك في فترة السانوي مثلا لا هي تقدر تقول هي فيه قيادات اه تبع المحافظات فيه اه الشخصيات اللي بيسموها الشخصيات تاريخية في الجامعة اه الناس اللي بتيجي تعمل لك حاجة اسمها لقاء توريس يورسك ان ده واحد ده مثلا من ايام اه من ايام حسن البنة ولسه عايش فيبيجيبو لك اه ناس اه تقعد معاهم يحاول يحكي لك تطحيات الجماعة واحنا عملنا واحنا سوينا واحنا جاهدنا واحنا ضحينا فاقابلتوا كيادات من كيادات الجامعة الرموز التاريخية ما عرفش هل اساميهم معروف مسلا قابلت عبد الرحمن الرصد قابلت ماهر عقل قابلت عبد المنعم قبيل كل دول لهم فيديوهات على موقع اخوان قولاين بيتم شاهدتهم على تاريخ الدعوة وبيحكوا فيها التفاصيل دي ايو كيادات تاريخية اه كيادات تاريخية كانوا بيجوا يورسوك حاجة اسمها لقاء توريس يورسوك تضحياتهم يورسوك سباتهم يورسوك جهادهم وهكذا يعني اخوان ما بيسيبوش حاجة لما يستفيدوا بيها حاولوا يستفيدوا بيها طيب هو الانتقال بقى من المرحلة دي المرحلة بقى هندخل بقى في 25 نهايناير وما حدث فيها يعني طبعا كيفية الانتقال على ما اسكر يعني انا مش عايز احكي تجربة شخصية او يعني بس احنا كان فيه مخيم بعد احداث صور التونس وكان موقف الاخوان من الثورة يا جماعة يقولك لا ده احنا موقفنا نحن لا ندعو للثورة نحن يعني ايه مسكي العسام النص معي احنا طبعا اي شباب الشباب اتحمس مش عايز اقول بس محصور على الاخوان بان ثورة التونس نجحت وقطعت بابن علي ومش عارف ايه طب احنا هنعمل الثورة يوم 25 نناير اه لا ده احنا موقفنا من الثورات نحن لا ندعو اليها لكن لو الشعب تقدم فنحن في خلفه يعني ملناش موقفنا في دائم الاخر اشتغل تمسكهم اه اه يعني هتشارك ولا احنا ضد الثورات يعني من حيث المبدأ ونراها اه نظرية غير جيدة لتغيير انظمة الحكم لكن اه لو الشعب اتحرك احنا في ظهرهم يعني فكل الامرين كانوا كانوا متحين يعني جت للثورة اه انا شاركت يوم 28 يناير برضو قد بتوجيهات الاخوان وكان المشاركة بالنسبة ليه على مستوى المحافظة الشرقية اه بعد ذلك اه كان في بعض التوجيهات ان ايه ان نروح للتحرير وروحت التحرير اه يوم اه اتنين فبراير موقعة الجمل انا عرفت ان اخوك مات في الموقعة انا اخوك مات في صورة يناير اه في يوم موقعة الجمل اه اتقتل في الصورة اه شاركنا في الصورة وخلصت الصورة وجات بعد كده بقى الاحداثة السياسية في المرحلة الانتقالية يعني اه طبعا اه كتل الصورة بعد نجاح الصورة نحن دخلنا عصر التمكين اه والزمن احنا طبعا اللي هي خطة التمكين اللي هم القديمة بقى انا نفسي ممكن ظاهريا يقولك مفيش حاجة اسمها خطة التمكين بس خلينا اتكلم في الوسائل اللي هم اصلا بيترحوها للعلن يعني ان انت مثلا بتستهدف من وراء اي فرض او من وراء اي شخص اه عدة حاجات اصلاح الفرض المسلم فالأسرة المسلمة فالمجتمع المسلم فالدولة الاسلامية فاااا استاذية العالم فاحنا خلصنا يا جماعة احنا خلصنا ده المجتمع بقى عزي ندخل في بعض الصورة في مرحلة الدولة الاسلامية فكان في حالة من حالات الانتشاء خلاص ان شاء الله الخلافة جاء قريب بي اعمال انت كان عندك تصور لمشروع الخلافة ده ومشروع اه هقول له حضرت الدولة والكلام في الوقت ده عندهم مشروع حمل كده اقول له حضرت في الوقت ده انا راجل مشبع مشبع بافقار وعايز اقولي ان اي اي حد صاحب ايدولوجية دايما الايدولوجيات دي قائمة على التسليم للتفكير اه في حاجة اسمها الخلافة الراشدة وهتعود طبعا بعد كده لما عدت مع نفسي بعد فترة من الفترات بعد مثلا خمس سنين من قاتل 15 تقريبا يعني بيتيت اقرأ عن حتى فكرة الخلافة نفسها اول حاجة حتى ما جي اه مرسي مسك الحكم ايه المشروع الاسلامي كلمة مشروع اسلامي يا كلمة ما شاء الله جميلة او انا عايز اعرف ايه المشروع الاسلامي نقدمه بقى احنا خلاص اصحاب المشروع الاسلامي يعني جي تقرأ في برنامج الحزب وانا كنت ناشط برضه وانا بقول لك كل ده وانا راجل متحمس اه لأفكارهم اللي مش لقيه لها يعني ايه هي عنوين براقة فما جيوا يطرحوا برنامج الحزب ايه اقرأ مسلا برنامج حزب الحرية والعدالة وقرنوا ببرنامج اه الحزب الوطني وقرنوا ببرنامج حزب الوافد القيم الحرية فيش فرق امال ايه بقى لازمة اسلام هم اهل كمان في مشروعهم اهل من المشروع اه تمام لازمة ايه كلمة ختمة كلمة اسلامية عشان خطر يعني عشان نحسس الناس بالتميز احنا غير احنا عندنا كلمة اسلامية اه زي مثلا في بنوك احنا عندنا بنوك اسلامية في فن وفي اغاني احنا عندنا اغاني اسلامية مع اني هتلاقي برضه في احوال الحاجات في الاخر خدعة المشروع الاسلامي معنا صحيح انت تقصد كده يعني هو طبعا خدعة ديت بنان عن افكاري الاخيرة انما كان في وقت من 2011 ل 2013 او 2014 بالزبط لأ كان حاجة لأ انا عايش عليها او عايش بيها انت لوحدك ولا ناس كتير الجميع طب قول لي بأمانة وانت راجل يعني شاهدت ده هل فعلا الاخوان بالملايين زم هما بيقولوا في مصر تعداد يقول لك مليون وتعداد يقول لك مش عارف خمسمة الف هو اضية من الاسرار الداخلية للجماعة اللي هي لا تعلن عن ارقام معينة بس انت باحساسك بمشاهداتك لا ما يكملوش ممكن نصف مليون ظني كده يعني نصف مليون متعاطف كمان بالدواير المحيطة الربط العام بتاعهم المحبين كده يعني طيب يعني التنظيم قليل أوي يعني مش مش بالشكل مقارنة طب مصر قليل مقارنة طب مصر طبعا هما ممكن يلجاوا لتصريحات قبل كده سابقة نشرة في جارة الأهرام من 2010 أو 2009 مش فاكر الوزير او اللي كده قال لك ان عدد اللي اخوان في مصر هتجاوز سبعمائة الف فهم بيستندوا لتصريح زادوي ايه ويمسكوا فيه بحيح عشان يدخموا ايه الشابات بتاعتهم قبل التنحية بحكم ان البيت عندنا غير مهيق نفسيا ان واحد لسه ميت وانطرح التحرير ليه وكده يعني فشاركنا وكاتل الاخوان وشبابهم مشاركين معانا لغاية ما حسن مبارك تنحى بتادينا بقى مرحلة التفكير للتمكين او دي القناعات اللي جوانا ان احنا ملي ضرب الصوار ملي ضرب الصوار بالمعرف لا لا ما عنديش اجابة اجابة عند الجهزة الامنية او الكاميرات ما اقدرش انا احكم انا اتحقق معايا مين اتل اخوك وكدت انا بمسى الاخوية مين اتل اخوك كان دايما ان انا ما عنديش اجابة انا اللي اجاوب مين اتل اخوية انا بشفتش خاصة ان الاتل في الصوار يعني اللي اخوان ما كانوش مسكين سلاح جنازير اسلحة سيوف كلامنا طوب عصيان ده اللي انا فكره يعني اللي كان قدامي عشان خاطر بصدوا مواجهة اللي هم بتوع الحزب الوطني اللي داخلين عليهم هم كل اللي كانوا في الميدان مش اللي اخوان لحدهم يعني فكانهم متسامين عند بوابات وكل بوابة عليها مسلا كزا اشاء كزا ميت واحد ولا ميتين واحد ولا اكتر ولا قال وبيصدوا بقى الايه اللي كان اللي كان يكتحموا الميدان كابو الاسطح الاسطح شغل الاسطح ده اشتغلوا بالليل بدأ بعض العماير اللي قدام المتحف المصري اه يترمي من فوقها ملوتوف يترمي من فوقها اه ينضرب نار بس مين الوجه مين اللي بيضرب مين بيعمل طبعا ما شفناش عادي هنا طيب بعد كده عملت يبقى مع الدخول اللي اخوان الانتخابات اه بناءا عن نفسية اللي انا بنطلق منها احنا دخلين في مرحلة الدولة الاسلامية بيت شغال ونشيط ومتحمس يعني انت ابني العزة يعني ده بقولك صفات شخصية فيها في الوقت ده اه ماشي يرفع راسك بناءا ان انت شاركت في الثورة او بناءا ان انا اللي اخت قتل في الثورة والدولة مكرمه المجلس العسكري مكرمه المحافظ مكرمه مجلس الوزراء مكرمه اه فكان في حالة من حالات النشوة ده على المستوى الاسري حالة بقى من حالات النشوة التنظيمية التنظيمية احنا خلاص اخوك ما عليش اخوك كان اخوان كان اه ماشي معهم بس ما قدرش اقولك هل كان اخوان اه وصل لدرجة التنظيم ولا في دائرة المؤيد والمحب مجلس العسكري كرمه مجلس العسكري كان عارفوا ان اخوان لا طبعا مجلس العسكري كرم جميع الشهد وصرف ليهم معشات ما قصدش ان هو كرم اخويا عشان اخوان لا كرموا كواحد شهيد من شهداء الثورة ده حتة المجلس العسكري حالة بقى النشوة التنظيمية ان احنا في مرحلة الاعداد للخلافة مصر خلاص ان شاء الله كده باذن الله اه اتحرارات وان شاء الله سوريا في جاية وليبيا جاية يعني ده يعني هم كانوا نويين يرشحوا حد للرياسة مش زي ما كانوا بيقولوا ان احنا مش هنرشح حد انا عايز اقول له حضرتك ان في حاجات اه افكار او اهداف احنا مش اه اصحاب رأيي فيها احنا بتجي لنا التوجهات او العامة لا انا اصدع التوجهات وقالوا لكم ايه هندخل الانتخابات او انا مش هندخل لا في البداية في البداية مش هندخل الانتخابات والدولة كبيرة والانشير تركة سقيلة والناس غير مهيئة والنظام العالمي غير مهيئ الكلام ده في قبل الانتخابات مثلا بخمس شهور او الرئاسية او ست شهور كفاية علينا الاغلبية البرلمانية وهكذا اه خمس شهور لما عدوا انقلب الموضوع لا ده احنا لينا اولوية ان احنا الرشح للانتخابات بناءا عن معطيات جديدة يعني في خلال خمس شهور اه هل تغير النظام العالمي اللي كنا بنقول علي ومي اللي كان هيب الخليفة بقى في مشروع الخلافة اللي انت بتكلم عنه خيرة الشاطر ولا محمد بديع ولا مرسي ولا مرسي ده هو سؤال انا انا مش محتك بالقيادات يعني برضو انا انا واحد فرض في بنيا كبيرة لا بنعرف التنظيمات بتتناقل الكلام يعني ليه حدود في المسموحة انا اصدل قواعد من تحت دايما بيجي لهم كلام احنا مثلا لما اترشح خيرة الشاطر كان اعتقد عليه حالة من حالات السعادة خيرة الرجل الحديدي في الجامعة الرجل القوي الرجل المبتلى الرجل الصامد الرجل مهندس النهضة معاه فطبعا كان في حالة من حالات النشوة عند شباب كتير من شباب الجماعة جي لما خيرة تم استبعاده جي محمد مرسي عادي احنا ورا الجماعة واي حد شخص ومحمد مرسي ده فش تفكير يعني انت ورا على طول ورا الجماعة تروح يمين وراها تروح الشمال وراها قلت له حضرتك اي فكرة لا انا عاوز ادخل في عقل اه قول له حضرتك التفكير العميق هيقول بيك ان انت تب مغضوب عليك داخل الجماعة فانت لو في حد مستوى تفكيره كوي شوية بيفكر يحاب بيطرح سؤال هتبقى مغضوب عليك انا بتكلم عادي انا كنت ممكن اتكلم بس انا في الاخر انطباع المسؤول عني ايه والنقيب عني ايه انا راجل مغضوب علي جوا التنظيم انت راجل بتفكر كتير انت راجل بتتكلم كتير هم فنسبة المفكرين حتى يعني ايه اي حد يعتبر كت اه ممنوع التفكير لا مش مش ممنوع بقرار مع فيش حد بقولك ما تفكرش هم بس بناءا عن الواقع اللي دا ما انت لو تكلمت هيأثر عليك في التنظيم في التصعيد التنظيمي ويتقال عليك ان انت راجل مجادل وانت راجل اه اه وانت عاوز تسعى تنظيميا وانا عايز راجل اه متامل جماعة وعايز اكبر فيها وعايز اه طب معلش ليه عاوز تكبر في الجماعة ليه عاوز تسعى تنظيميا ايه المميزات للقائد يعني عايز اسعى تنظيميا بناءا عن ثقافة اتغرست جوايا يعني انت الجماعة دي جماعة صامدة جماعة ربانية جماعة لا انا انا سؤاله على ناحية تانية يعني وفي مميزات للقائد بياخدوا مثلا حاجات مالية اه بيشرف على مدارس على جماعيات على تمويل على حاجات فبتخليه دايما حريص انه تكون قائد طول الوقت ولا هو بس اه مبيش حاجة هتمسكها انت هتتصعد هتبقى بدل تمسك اسرة بعد كده لما تكبر تمسك مجموعة بعد ما انا كنت بقعد مع واحد كبير لا في ناس صغراء هتقعد بتاعتي ايدي بعد كده هكبر في الهرم التنظيمي بتاع الجماعة ده انا رئيس شعبة ده انا نائب رئيس منطقة ده انا عضو مكتب اداري في الجماعة ده انا عضو مجل الشورى الجماعة ده انا عضو مكتب ارشاد هكذا يعني ايه التسلسل الوظيفي بتاع اي حد ان عايز اكبر ارجع لحت النقطة مهمة ايه مشاهداتك بقى الفترة بتاعت مرسي انت كنت شاف الجماعة ايه من الداخل وشاف المجتمع ايه من الخارج مشاهداتي في الوقت ده تبرير اي عمل بيحصل خطأ فببرره بعدالة دلوقت طبعا مشاهداتي اتغيرت كتير جدا جدا اه بقيت ابص للصورة من بعيد شوية بعد ما كنت انا في دايرة مغلقة بالنسبة له اه حسيت ان اه دكتور محمد مرسي ما كانش صاحب قرار قوي في الا مش هو صاحب القرار ممكن ابرز ابرز حاجة تبين كده الاعلان الدستوري اللي اعمل عليه ضجة في اليوم ده الاعلان الدستوري لما صدر القنوات استضافت اه باكي نامي الشرقوي مساعدة الرئيس او نائبة الرئيس اه قالت معرفش عن الاعلان حاجة ولا مين اللي طلعوه استضافت محمود مكي نائب رئيس الجمهورية وهو رجل مستشار قال معرفش عنه حاجة استضافت محمد ماهر محمد فؤاد جدالة مستشار القانوني للرئيس يعني قال معرفش عنه حاجة قال مين اللي يعرف عنه حاجة مسهلتش احد من القيادات بتاع الجماعة على الاوضاع دي بتاع فترة اه طبعا ده بعد مرحلة اه انا السجن اتكيت ببعض الناس اي حد كبير بقى اللي يقولك ده انا كنت مادة صنع عنده مكتب داري ده رئيس اه رئيس المكتب اللي داري تعالى نتكلم مين اللي طلع الاعلان الدستوري فطبعا ممكن الردود الطبيعية انت يفرق معاك مين اللي طلعوا ولا ايه بنودهم لا الوقتي بقى انا كنت زمان يفرق معايا بنودهم بس انا الوقتي لاني ببقيت بقيت ابص للدولة كدولة اه حديثة دولة ديمقراطية احنا بنتشدق ان احنا عايزين دولة ديمقراطية حديثة اه يهميني اعرف صناعة القرار بتطلع منين يهميني اعرف وتولية المحافظين كمان وتولية المحافظين وانا جمعني مع محافظ كبير من الجامعة في السجن مرة وسألته سؤال مين محافظ الغربية اسمت دكتور احمد البيالي ايه مؤهلات احمد البيالي ان يبقى محافظ الغربية اللي عرفوا ان احمد البيالي رجل سيدل قول لي ايه مؤهلاته التنظيمية ايه مؤهلات الدكتور عصام الحداد ان يبقى مساعد الشؤون الخارجية في الرئاسة قول لي انا اللي عرف ان هو طبيب جي دخل في الشؤون الخارجية كان لدولة كبيرة زي مصر ايه قول لي ايه مؤهلاته ليه الاختيار ده غير ان هو بس واحد كان مسك الشؤون الخارجية في مكتب الارشاد فتعاملوا مع مكتب مع الرئاسة وكأنها فرع من فروع مكتب الارشاد فجبلهم عصام الحداد اللي مسك عندنا الشؤون الخارجية يمسك الشؤون الخارجية في الدول فطبعا جمعني كنت بتساءل بتلاقي باي يعني مسلا طبعا للأسف مش هتلاقي جواب واضح تعالي بقول لك موهلاتي ده انا معي باكروز السيدلة وانا معي مش انا مش بتكلم على موهلاتك العلمية انت في الاول الاخر ده ده حاجة ادارية في الدولة انت تدركت في ايه عشان تمسك محافظ مرة واحدة ايه النقابات ايه التدرج الوظيفة ان انت توصل لحاجة زي كده ما فيش حد جيت كنت متوقع سقوط الاخوان بعد اللي انت بتقوله ده في وقت ما كان مرسي موجود ما كنتش متوقع بناء على ان احنا ناس كتير ان احنا ناس اه بقولك على ثقافات يعني اه 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 دونها الدماء زي ما بيقوله ازاي لا مش هنسكت على جساسنا طبعا مش باتكلم طبعا خطاب موجود طبعا واخطاب اه ربع كان خطاب للأسف يعني خطاب كارسي ورت كتير من الشباب فيه وحمسهم زيادة اللازم وناس شدحت اه ماتت بفعل الخطاب دوت الحماسة اللي غرسوها جوا الشباب واحنا النصر والتمكين وهيجي وهنجيب فلان ونعدم علان وهننتقم والرئيس في كانوا بقوله الكلام دا احنا ننتقم من الناس وننتقم وانتقم وانتقم طبعا طبعا كل دا بعد كل حادثة بتحصل اثناء الاعتصام الكلام دا بيتقال بيتقال في اطار خطاب تسبيت للمعتصمين في اطار خطاب المحنة السبات التضحيات العظيمة فده الاطار اللي بيثبت بيه الناس المعتصمة احنا احنا اصحاب فكرة احنا اصحاب منها اتمروكم طبعا الحضور في الاعتصام والاعتصام ولا كانت دي دعوة عامة واللي عاوز يروح متطورة ايه هو انا قلت له حضرتها هي المسألة مسألة منشأ انت تربيت عليه وتأقلمت عليه يعني انت رايح لوحدة رايح لوحدة بس عشان لو قعدت في البيت الناس تقولك انتهت في البيت واخوانك قاعدين في الربعة هتلاقي اللوم والعتاب فانت بتأسر السلامة لأ انا روح اشارك مع الناس معايا دا حتى يسجل الناس اللي راحت ديك نسجلهم بحروف النور ما الصورة تنتصر ان شاء الله يعني هكذا قتل القناعات في وقتها يعني طيب اخر سؤال في الجزء الاول من الحديث المعلم هو فض الاعتصام قالوا لكم ان في فض الاعتصام هيحصل ولا سابوكم تواجهوا العصيفة لوحدكم في الوقت دا ما قالوناش لكن بعد كده عرفنا ان الدولة بلغت القيادات بان في فض الاعتصام وهم هربوا وهم اولاك فكاد الطبيعي الطبيعي او المنطقي او الانساني او الاسلامي باي تحت اي مسمى بلغ الناس واللي عنده القدرة او الرغبة او القناع ان يقعد يقعد اللي عنده ضعف في حالة ضعف مش عايز يحضر حاجة زي كده يمشي لا انت تم تغييبك عن حاجة زي كده دولة بلغت وده تصريحات لناس في قيادات الاخوان بعد الفض بقى بشهور ويمكن بعد سنة ان الدولة بلغت الناس القيادات ان في اعتصام في فض للاعتصام فالامانة بتقتضي ان انت كنت تنقل الحاجة دي للناس المعتصمة الناس اللي جايب عيالها الناس اللي جايب انساها الناس اللي جايب نفسها تنقلهم الموضوع ده وكل واحد دي سيحسن مصيره انا لا اه مش هشارك لا انا هشارك لا احنا جاهزين لا هكذا يعني لكن للاسف ما بش حد من القيادات بلغنا كده انا حاسس بسك في كلامك بشكل كبير جدا وعشان كده يعني انا مسترسل معك في الكلام خلينا نكمل في الجزء التاني من الحوار عشان نشوف الحكاية اي بقى لان فترة ما بعد ربع دي فترة فيها بقى دم وسلاح وسجون وكلام زي كده خلينا التقي بك في الجزء التاني الاسبوع المقبل بيزنان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة